السلام عليكم ورحمة الله طلاب المرحلة الثالثة قسم علوم الحاسبات مادة اللغة الانجليزية ان شاء الله اليوم راح ابدأ اياكم اليونت 2 اليونت 2 طلاب بيها اشياء ربما مرتبطة يعني كثيرا باليونت 1 بخصوص الازمنة والصيغ اكو انا راح اجزها جزءا بالحقيقة الجزء الاول راح اخذ بيه ثلاث تمارين هس راح اشوف لكم اياها حلها وجزء ثاني اللي راح تكون هي القطعة فتقريبا اليونت 2 اكثر اشياء راح اركز بيها على التمارين لان بيها شوية اشياء مهمة وسوري يعني اذا مرات الفيديو يصير شوية طويل حقيقة لان اكو اشياء هو انا يدفهم لكم اياها يعني ربما طالب لان شوية احنا بعيدين عنه بالدراسة او بالصاف فان رات شوية شرح شوية يكون اكثر تفصيلا لبعض المفردات خلنا نقول حتى تكون الصورة واضحة ومثل ما قلت لكم انتو اي شي صير عدكم تزولي يعني ميسج على الايميل او على الجوجل كلاسروم تركوا اي تعليق على الفيديو اذا تحبون وان شاء الله يعني اللي اقدر اسويه اقدر يعني اعيد اسوي فيديو او اطيقكم بعض البي دي اف قل نقولها والدوكمنت اللي تشرح لكم والاشياء اللي صير عدكم على كل حال فهسا خلي نبدي بال unit 2 اللي هي get happy راح اركز اليوم على ذني شغلتين اللي هي present tense يعني الزمن المضارع symbol or continuous يعني بسيط او مستمر طلاب احنا عدنا باللغة الانجليزية عدنا زمن وعدنا صيغة بالعربي ما عدنا هذا الشي يعني بالعربي احنا عدنا بس زمن مضارع ماضي امور من هالكلام بالانجليزي عدهم زمن مضارع او ماضي او تام خلنا نقول يعني او مستقبل بس صيغة تجي به صيغة هل هو بسيط هل هو مستمر او هل هو تام فمن نقول simple or continuous هاي صيغة مو زمن بس هل من نقول tense تنسز هنا انا معناها الازمنة فخلي ابدو اياكم بالتمرين الاول اللي هو هنا انا اللي ربما احنا حليناه من من التقينا يعني بالقاعة بس لا بأس خلي اشوف يعني اعيد هنا انا وان شاء الله راح يكون بسيط جدا فتست ان تقرأت زوجة جملة زوجة جملة زوجة جملة من الصحيحة خلي نبدي بأول جملة number one they have a teenage son او they are having a teenage son طلاب خلي اول شي نشوف هاسو هاي شين الفرق بين الجملتين بالمعنى والصيغة والزمن بالنسبة خلي نبدي بالزمن طلاب الزمن اثنيناتهم مضارع present tense الصيغة هذا مضارع بسيط وهذا مضارع continuous يعني هذا symbol وهذا continuous الفرق بياناتهم بالكلام بالعربي شوية يعني مو كلش واضحة الفكرة يعني خلنا نقول بس راح احجيها بالعامة مثل ما حجيتها بالقاعة شوف هنانا معناه هما عدهم ولد مراهق هم they are having يعني داء داء تذكروها من قلت لكم بيها بالقاعة داء يعني داء امشي داء اكل داء اشرب هاي الداء هي احنا بالعربي الفصيح ماكو بالعامية نستخدمها لل continuous عندما انت تكون in the middle of action نستخدم هاي المفردة الداء فمثلا هنانا راح يصير عدنا منوة صحيح هل هما عدهم تينيج يعني عدهم ولد مراهق لهم مهسد يصير عدهم انت in the middle of action طلاب احنا من نحجة عن حقيقة او قضية ثابتة نستخدم السمبل من نحجة على قضية هي ثانية وقتية في زمن محدد وانت بالنص مالتها راح نقول continuous فبما انهن مثلا هم عدهم ولد مراهق هي قضية موانية يعني قضية هي دائمية راح تكون خلنا نقول على اقل خلال هالستقبل منظور خلنا نقول فراح يكون عندنا الجملة اولى هي الصحيحة والجملة الثانية هي مصير تماما تعتمد على المعنى يعني لازم تعرف معنى الجملة حتى تعرف من هو الصحيح من اليا صيغة نيراتهم تكتلكم نفس الزمن بس الصيغة تختلف حقيقة انا حتى شوي اوضح لكم هالصورة اكثر عندي بالكتاب اللي عندي بالبيت اللي grammar news فاخذت ثلاث صور خليه شوف لكم اياها يكون موجودات هسة بس خلي ااخذهم مثلا الصورة الاولى هاي راح اشوف لكم اياها طلاب هاي اللي هي المضارع البسيطة اي دو شوفوا طلاب study this example situation ال اكس هذا ال اكس is a boss driver هو سائق باص شو انتبهوا لياري طلاب بس على هاي حتى صير الصورة واضحة but now he is in bed بالفراش اسليب اسليب طلاب احنان الصفع نائم he is not driving a bus هو مدى يسوق الباص هسة ده نقصد he is asleep هو نائم but he drives a bus ولكن هو سائق باص او يسوق الباص he is a bus driver فشوف هنانا جافة بصيغة المضارع البسيط لانه هي حقيقة بس هو هو مو in the middle of action هو مو بنص العملية هو بالحقيقة هالسناين بس هو عالة شغلة او او فعاليته اليوم هيش انه هو bus driver فهي drives a bus فهنانا القواعد مالتها drives work الى اخره اللي هي كلها present symbol القواعد مالتها اللي هي بدون طبعا ليش نسميها symbol لان هي بدون فعل مساعد فهي drive you drive الاخري she he او it drives نستخدم الاس شوف اين انا اش يقول يقول we use هاي كلاش مهمة the present symbol to talk about things in general يعني نتحدث عن اشياء بشكل عام we use it to say that something happens يعني نستخدمه للحديث عن شيء حدث all the time كل الوقت or repeatedly او بشكل مستمر او تكراري or that something is true in general او شيء هو حقيقي بشكل عام هذا اللي نستخدم به ال present symbol طبعا هو ما بيفعل مساعد احنا هنان نستخدم الافعال مساعدة ويا اللي هي do what does في حالة شنوه في حالة النفي negative وال questions والاستعلام احنا نسميه او الاستفهام هاي من هو present symbol انا هاي الصفحة او هاي الصورة راح تزهوية ال google classroom وهذا الفيديو حتى اللي يحب يستفاد من ادها او زيادة المعلومات خلي اشوف الصفحة الثانية اللي انا نسيتها اللي هي present continuous i am doing هذا المضارع المستمر study this example situation Sarah is in her car she's on her way to work she's driving to work يعني هي دا السوق احنا قلت لكم بالعربي الفصيح ما حدنا بس بالعامين نقول دا اللي هي بالحقيقة continuous this means she's driving now at the time of speaking تشوف هي بحقيقة هي دا السوق بلحظة الكلام هنانا هي يعني هاي الامثلة مو كلها راح احجيها بس هنانا بس هاية يقول i am doing something i am in the middle of doing it يعني انا من اداء اسوي شيء انا بالحقيقة بالنصمة الفعالية i have start just i have started doing it and i haven't finished yet يعني انا بديت ولا ازال لم انتهي من العمل يعني لما انت تكون in the middle of action راح نستخدم present continuous لما تحجي عن حقيقة او شيء ثابت راح نحجي عن او نستخدم present simple اوكي خلنا نرجع للكتاب مالتنا فاول جملة راحاته الجملة الثانية هي speaks five languages or speaking five languages هسه شوفوا لما واحد نجي نخلي يحجي خمس لغات ما ممكن واحد بنفس اللحظة هسه هو يحجي خمس لغات بس كحقيقة امر هو يحجي هو يقدر يحجي خمس لغات فبالحقيقة راح نستخدم الاولى هي speaks five يعني هاي حقيقة بالنسبة الى هسه وبعد شوية وباشر وسنت اللاخ راح يبقى هو يحجي الخمس لغات number three don't don't turn off the TV I watch it شوفين انا شوي انتبهولي دايقول لطف في التلفزيون انا watch it يعني اذا اشوف داباوع دا اراقب في شيء يعني داباوع خلنا نقول don't don't turn the off the TV I am watching it بالحقيقة الجملة الاولى ما لنا علاقة بها نفس الشيء بس I watch it or I am watching it الصحيح راح تكون I am watching it لان انا هسه in the middle of watching يعني in the middle of action مو انا على طول الحياة باشر عقبه وبعد السنة انا قاعد دا اراقب او دا اباوع التلفزيون او اشاهد فبالحقيقة هي in the middle of action فيقول لطف في التلفزيون I am watching it هي بالحقيقة الجملة ها هي الصحيحة number four oh no it's rains oh no it's raining هسا هي الصحيحة هل هي دا تمطر لو تمطر على طول هي بالحقيقة من العربي بالعربي العمي نقول دا تمطر فهي راح تكون it's raining in the middle of action number five we are thinking opera is boring we think opera is boring بالحقيقة لما احنا نعتقد ان الأوبرا is boring هي مو هسه يعني احنا على طول الخط نعتقدها هي boring فراح تكون هي we think opera is boring هي هاي اللي هنا اخر جملة بهذا المثال او هذا التمرين number six اللي هي english speaks all over the world english is spoken all over the world بالحقيقة is spoken تكلم او تحدث على طول او اكل فيها كل انحاء العالم فراح تكون english is spoken all over the world تمام هذا الهنان ال present tense هسا هانا ما اني علاقة بيه ما راح ادخل بيها راح انزل على التمرين هذا هم ما تنعوفو اتركو وم كلش مهم بس اخذ هنانا كم كلمة اللي هي grammar spot find these words in the text about sendry اه اللي هو usually often never what kind of words are they اللي طبعا اللي اللي هو اسمه sendy بس حتى اتاكد مرة تاني شوي اوقف لان اروح عالكتاب ماتي اخاف اقف اد اشياء تختلف عن النسخة اللي عندكم مثل ما قلت لكم ذنيتش الفيديوهات يعني فا اعتقد ما عدنا اختلاف فيقول شنو نوع الكلمات what kind of words are they شنو الكلمات اللي احنا هنانا usually often طلاب ذني اربعتين هنه ظرف بس هاد احنا شنسميانه عمنا ال نسميهن يعني ظرف التكرار يعني بالكاد يعني ما يتكرر ابد فهنانا نسميه ظروف التكرار دائما نحن نستخدمها مع يقول نشوف هنانا شي يقول يعني اغلب شي نستخدمها مع هاي بس كحقيقة اللي كحقيقة اعطيكم اياها يعني بس خلوها ببالكم بذني اخاف واحد طالب ما ارد معناها بالنسبة لهذه اليونت هذا يعني هاي الصفحة تركوها ما راح تكون مهمة بس خلي اشوفها يا صفحة صفحة 16 الصفحة 17 بها تمرينين انا راح ابدي احلين هسه وهنها ذني بالنسبة ان المهمات بهاي اليونت بالنسبة للقواعد اوكي فخلي نبدي مباشرة اللي هي راح تكون صفحة 17 حتى شوفوها صفحة 17 فالتمرينين طلاب قلت لكم بعض نحن بموضوع القواعد وخصوصا موضوع او فعدنا نمبر يعني صح الخطأ يعني صحح الخطأ يعني من هي الصحيحة من الخطأ وصحح الخطأ انا راح ابدي اصلح لكم اياها يعني خنقول ابدي احلها اللي صح اتركها وقول لك ليش صح والخطأ هقول لك ليش خطأ وانصححها وقدت لكم ودائما اعيدها يارا توقف الفيديو اه وحاول انت تطل نفسك يعني شيء يعني وقت وشوف اختبر نفسك وانت بالنتيجة ما خسران شيء راح انا ابدي احل لكم اياها اوكي وصمت امزانها ما اتوقف بس اتاكد من الكتاب اخاف اقفت شيء يعني يختلف يعني سور اذا اقفت شيء يختلف فعلا او فشي شيء بس هو ما راح ياثق بشكل عام على الجملة اوكي اوكي فراح تكون عندنا نمبر وان نمبر تو هو حالهم انا راح بس ابين لكم هو ليش حالهم بهالشكل هذا او غنقول ليش صح ليش خطأ فنمبر وان what do you want to drink correct الفعل want دائما يجي ك symbol يعني بسيط وطبعا ثيناتين هدني ثيناتين مضارع بس الجملة الاولى هي راح تكون بسيط الجملة الثانية هي continuous يعني مستمر فالاولى دائما هدها من الافعال لا بقى نوع من الافعال او احنا نسميها افعال الرغبة like love won't think او hate من هالكلام دائما تجي بسيغة البسيط لان انت مرات الشغلة اللي تريدها مو مرات مو مرات آنية انت دائما تريدها خلنا نقول على اقل انت مو بنص الارادة او in the middle of action يعني بنص الرغبة او بنص الكرة دائما هي تمتد لفترة يعني فعلى كل هذا من الافعال احنا نسميها افعال الرغبة needs اللي هي دائما يجي بسيغة البسيط فwhat do you want مضبوطة جملة صحيحة جملة الثانية I'm not understanding طلاب هاي جملة كلش خطأ يعني انت ما تقدر انت ما تقدر تقول you are in the middle of not understanding في وسط عدم الفهم انت شغلق نقول مفاهمها انت هسه مفاهمها قبل شوية شنت مفاهمه ذا كلمة يعني انت مو هسه مفاهمها هي ربما هي بعد من تفهمها رح تنتهي المشكلة بس حقيقة هي كانت موجودة حقيقة عندك فيقول I'm not understanding this word فجملة خطأ تقول I don't understand this word I don't understand this word اوكي نمبر ثري نمبر ثري طلاب الفعل يختلف نفس الشيء اثنين اعتن loving احنا بالكتاب عندنا بس خليت اكد من عندها نمبر ثري liking نفس الشيء يعني I am loving you a lot او I am liking you a lot خلي اعطيكم فهد معلوم loving هذا الفعل اول عندنا بالكتاب like اللي هي مستخدم liking ثنينات ميجن بسيغة الكونتينوست ثنينات ميجن سيمبل يعني I love you a lot او I like you a lot فذني هم افعال الرغبة مثل ما قلت لكم يا من جماعة الوانت فهاي الجملة خاطئة الصحيح مالتها I love you a lot نمبر فور do you think me me chico plays golf well هاي الجملة كل الصحيحة think دائما همات قليل يجي thinking قليل مو اقولك ما يجي بس هو قليل من ضمن افعال الترفكر او الرغبة اوكي ف do you think هاي جملة صحيحة ما بها اي اشكال زمن المضارع البسيط نمبر فايف I am sorry I am not knowing هاي كلش خاطئة هاي النومنق عمره وحياته او خنقول فالتسعين بالمئة من حياته ما يجي باين جي راح اصير I don't know the answer لان انت كحقيقة امور انت متعرف الجواب قبل شوية متش انت تعرف الجواب وهكذا يعني ربما هسه راح يتغير بس انت على اقل كانت حقيقة في نفسك انت الجواب متعرفة زين نمبر سكس we are enjoying enjoy الفعل اوكي ما بمشكلة يجي باين جي we are enjoying the lesson very much we are working hard جملة مضبوطة ما بها ايشكال اللي هاي البلازنت كنتينوص نمبر سبن I am thinking you I am thinking you speak English very well طبعا جملة خاطئة I think you speak English very well لان هي هماتين مثل جملة نمبر فور هي think قليل او علق المجاة هنا بصيغة الكونتينواص جملة الاخيرة بهذا التمرين اللي هي نمبر اي the lions are fed once a day they are being fed at the moment كل الجملة صحيحة يعني الاسود تطعم are fed طلاب هنانا مبني المجهول مفروض الار يجي وراه فعل بانجي بس هنانا ما دام مبني المجهول يجي فعل تصريف ثالث يعني تطعم تغذى مرة واحدة باليوم شوف هنا they are being من يستخدم الار ويريد يسويه continuous بالمبني المجهول ما يحول الفعل الرئيسي يعني feeding الصير they are feeding they are being fed يعني الآن تطعم هنقول at the moment باللحظة هسا هي in the middle of action في لحظة الاكل في لحظة الاطعام فهاية التمرين بالنسبة انه هال الاجوبة مالتا التمرين الاخر اللي هو مطلوب من عندكم اللي هو number two كذلك نفس العملية ف number two رح يقول complete the birds of sentences using the verb in the present symbol or present continuous احنا هنه هالسباع رح يطيكم verbs افعال بس مطيكم جملتين يعني في كل نقطة جملتين مرة نستخدمها ك continuous ومرة نستخدمها ك simple احنا هنه تعتمد انت على طريقة الحل مالتك وطريقة التفكير طريقة المعنى هي اللي راح تحلها طبعا هنه اثنين هنه هذين الافعال اللي مطيكم هان نقدر نستخدمهن ك continuous وك simple بس لازم تعتمد على الجملة فهنا هنه الجملة اللي هي alec and marie طبعا اعتقد شويه تختلف عندنا الاسماء بالاسماء عندنا رامين and vava هالا الاسماء اللي عندنا بالكتاب ما كم مشكلة بس المهم هم نفس الاسماء اذا تختلف are french اعتقد هاي الجملة شويه مختلفة ناكد ذي ايرانيان ذي فراغ فروم طهران احنا هنه اسم ومشكلة البلدان او الاسماء لان هي ما راح يتغير من من الجملة شيء يعني طبعا هنه مراه تتوقف شويه على اقل هم انطيكم بشوي وقت think about it وارجع يعني شوفها فراح يكون عندنا الفعل come ريد نستخدمها مرة continuous ومرة symbol يعني مرة مستمر ومرة بسيط بس اعتمد على الجملة شوف انا راح لكم اياه حتى اوضح لك يقول alec and marie are french هم فرنسيين قلت لكم عندنا بالكتاب كاتب ايرانيين they شوف اهنان they come او coming from paris قلت لكم بشويه تختلف هناك from طهران اهنان هم كحقيقة هم اثنينات هم ايرانيين خنقول او فرنسيين خلن اعتمد على الجملة هاي ماتي فرنسيين على مد اسهل انه هم اثنينات هم فرنسيين او خنقول عراقيين داي عجبكم come from بغداد خلن نفتغل زين هذول هذول الشخصين هم من جنسية محددة هم اجوي من بلد محدد او من مدينة محددة طلاب هاي حقيقة بيهم يعني مو اليوم اجوي من هالبلد باشرة راح تبدل هالحقيقة هي حقيقة انه هم اثنينات هم من بلد محدد وهم اجوي من مدينة محدد فهاي الكم راح تصير come تنزل نفسها لان حقيقة فالك اند ماري ار فرنسي they come from باريس اوكي اذا تحب انت نفس الموجود عندنا بالكتاب are Iranian they come from طهران اثنيناتهم نفس الشي نفس الحقيقة نفس الفعل بس الجوه they are they will be here soon they are coming لان هسه هم شنوه ان the middle هم ديجون هسه هسه ديجون they are coming by car ليش لان ديجون صاعدين بالكار يعني في وسط عملية القدوم خلني نقول اوكي number two have انتبهوا كلش على هالقضية طلاب كلش انتبهوا عليها خلي بس اتفكد انه الاسماء خاف مختلفة عدنا بالكتاب فعدنا نور عدنا بالكتاب نور اه يعني هنانا عدنا ليسا can not come to the phone نفس الجملة بس الاسماء مختلفة خلي بس اشوف الدينار وعدنا beautiful new car مضبوط نفس الشي بس الاسم عدنا بالكتاب نور هنانا عدنا ليسا ما راح تختلف يقتلكم ما راح يأثر عاد جملة فعدنا ليسا او نور can not come to the phone she فراغ دينار ناو هسا شنوه هنانا ناو يعني معناها in the middle of action فقط عن راح تصير انت هنانا راح يستخدم الكونتينوز فshe is having دينار ناو طلاب كلش انتبه الهاف هنانا استخدمناها كفعل رئيسي فحطينا لها ing من استخدمها فعل مساعد ما يصر نحط الها ing من استخدمها بالتام ما كفعل ing بالتام هنانا احنا استخدمناها كفعل رئيسي فهي ده تاكل يعني ده تاخذ اكل يعني هي جنقول الجملة الثانية ده يحتي عن حقيقة شي a beautiful new car يعني عدها هنانا راح يصير عدها فهنانا انتبهوا راح يصير الهاف راح نبدلها راح نستخدم هاز لان ده نحتي على بنية هنانا ليش قلنا ما بدلناها ليش بقت هاف لان فعل رئيسي يعني شي is having a new car فه ال is هو حل المشكلة مالت ال الهاف والهاز بينما انا ما كو فعل مساعد يعني ما عدنا فعل مساعد لان سمبل قلت لكم السمبل ما بيفعل مساعد فلازم الفعل الرئيسي لازم يتغير حتى يتوافق به الفاعل فراح يصير she has a beautiful new car تمام عدنا think طبعا هاي جملة كلش مختلف وانا اضطررت ابدلها بس يعني شوية تبديلتها صعبة بهذا البرنامج شوف حتى شوية تختلف هنانا اللي شوف هنانا هنانا دا يحتي عن حقيقة يعني ما بها مشكلة فراح يصير هنانا شوف at the moment الجملة الثانية معناها انت شنو في وسط العملية فراح يصير I am thinking about my brother at the moment he is in Moscow اوكي لان ما دام انطاك هنت طاك فتش هنقول مساعدة وشعار انه اكفت شي بيعني at the moment معناها انت you are in the middle of action تمام نوت انجوي هذا فعل منفي لازم انت تنتبه على النفي ما لتا شنون ينفي سواء بالمستمر او سواء بالبسيط فراح طبعا سوري ما انا بدلت الميل وعفتها بس غلنقل لكم اياها يعني مفوضة بدلها بس هي راح تكون عندنا يعني جملة نوت انجوي راح يكون عندنا is too salty the food the food the food is too salty ما عندك مشكلة طلاب نفس الشي يعني هنا الاكل هو كلش مالح وبالكتاب ما لدنا وهنا الموسيقى كلش عالية فموك مشكلة احنا المهم عندنا الجملة الاولى وفراغ هاي هسه هنا نشوف ده نحتي على this meal مادام هسه انت ده تحتي على وجبة محددة هسه يعني بين قوسيا in the middle of action هم ده ينطيك هند فراح يكون طبعا الفعل من فيه تنتبه عليها we are not enjoying we are not لان فيناها استخدمنا فعل مساعد الاردين الفاعل we enjoying this meal at all the food is too salty طبعا هاي المكتوب عندنا بالكتاب بتعوفك من هاي زين الجواها ده نحتي على بشكل عام كحقيقة وي شنون تنفيه اذا اذا سنبل شنون الفعل مساعد بنا في دو فراح اصير we don't enjoy salty food ليش لان عندنا الفعل مساعد الدو او الداس نستخدم مثل ما قلت لكم بديش المحاضرة قبلها في حالة البسيط نستخدمها بالنفي والاستعلام تمام فعدنا الجملة البعدها اللي هي الواتش يشاهد اورق بي كوايت اي فراغ ماي فيبرت بروغرام هنانا هسا انت من خلال معنى انت انذا ميدل اوف اكشن فدي يقول بي كوايت اي ام ووتشنج ماي فيبرت بروغرام البعدها اي اولويز هنا نشوف المنطاكل اولويز هذا سميناها الظروف التكرارية يعني قلن نقول يعني يعني دائما ووتش هنانا من انطاك هاي اولويز نافر من هالكلام هاي داما تنطيك هنت انه الفعل رايكون بصيغة البسيط بالزمن البسيط فراح يقول اي اولويز ووتش ايت اون تورز داي ايفننكس اوكي اريت اكد اخاف متغيرة لا نفس الشي اعتقد كلها نفس الشي تمام جملة السادسة خلال اشوف الاسم مختلف جو نفس الاسم ما عدنا مشكلة بالجملة السادسة يقول سي الفعل سي فجو ازينت هير هي انا هم منطاك اذا مومنت معناها انت ان دامتل الاف اكشن فبنتيج راح استخدم الكنتينوس هيز هي اسينغ ذا دوكتور عادة مومنت هي اسينغ ذا دوكتور اذا مومنت هايا انت مانا بالنتيج رايكون اي سي يور بروغرام بات اي كود انت هل بيو العفو سوري اسف بروبلم اي سي يور نانا اي سيور بروبلم بات اي كان نوت هل بيو اي ام سوري دا نحجة عن حقيقة انو انت عندك مشكلة يقول لان دا اشوف المشكلة ما تك بس انا ما قدر اصعدك اي ام سوري تمام النامبر سفن اخر اخر جملة اخر نقطة يوز ديقول كيرفل شو انتبه عليها يوز فالجملة راح تكون يعني الغرفة عادة تستخدم للقاءات الكبيرة يعني الغرفة عادة تستخدم للقاءات الكبيرة تمام الجملة الثانية طلاب بات تو دي از اه تو دي ات از بينج يوزد فالفرق راح يصير شنو هنانا يوجول يوزنج اي انجي بيها فور بيك ميتنج هنانا اجتي مبني المجهول از يعني ات از بينج يوزد يوزد راح اصير تام تصريف ثالث اوكي فور افارتي تمام طبعا هنانا عدنا بالكتاب خل بس اكد من عدها فور افور اوهدنج نفس الشي هنا حفلة بالكتاب عدنا فور اوهدنج يعني عرس او شي من هالقبيل فرح تكون باتو دي ات از بينج يوزد يوزد يعني تصريف ثالث مال يوزد فور افارتي يعني ده تستخدم هي شي معناها ده تستخدم للحفلة او للخطوة اوكي طلاب عيني انتو يعني شوفوا هذا الفيديو اذا عدكم اشكال او فشي كان يعني مستعد اه ادزلكم ايها او احلكم ايها كتابة يعني اطيكم انها بالفراء كتابة اذا عدكم في الجملة او او نقطة مواضحة اطوني التعليقات بها على الاقل اشوفها واذا ماشي الامور فان شاء الله يعني ان شاء الله اسبوع القادم راح ابدي بالريدنج والسبيكنج اللي راح يكون جزء ثاني مالت اليونت تو ويعني ان شاء الله هي بس هاته جزء ثاني وتخلص اليونت ان شاء الله الله سهل وشكرا جزيلا